بشكر كل متابعينا على دعمهم للفيديوهات السابقة اولا تاني حاجة جماعة يعني انا مزن بيش حاجة الاسعار ارتفعت انخفضت دي انا مليش دعو بي انا بعرض لك السعر عشان تعرف الاسعار فقط لغير فطبعا انتم مش محتاجين ان انا اقول لكم اعملوا لايك للفيديو او اشتركوا في القناة ده ليك انت طبعا اللايك ده ليك انت اقول اشتراك في القناة يعني لو لسه مشتركتش ده حاجة ليك انت عشان تستفاد وتعرف الاسعار لحظة بلحظة هنشوف الفيديو ده جماعة اسعار الخضار في سوق العبور للجملة يعني هنشوف اسعار البصل اسعار البطاطس وتوقعات طبعا اسعار البطاطس واسعار البصل وهنشوف اسعار البسلة واسعار الفصولية والطماطم وهنشوف اسعار التوم طبعا اسعاره شدد جدا جدا فتابع معا الفيديو علشان تعرف الاسعار وتعرف التوقعات وهنشوف طبعا افضل انواع البطاطس للالية والتحمير بداية كده جماعة اسعار البطاطس في سول عبور للجملة بعض الناس بتكتب عنوين انخفاض اسعار يعني كلام عنوين بلا فائدة يعتبر فالاسعار جماعة كالتالي اسعار البطاطس النهاردة فيه في اللي سبونتا جماعة ارض سمره فيه لحد 13 جنيه الكارة طبعا فيها من 10 جنيه لحد 12 جنيه البرامة جماعة فيها 10 جنيه يعني معاك البطاطس كلها جماعة في سول عبور للجملة تبدأ بداية من 9 جنيه لحد 13 جنيه اعلى جودة ده بالنسبة لسعار البطاطس توقعتها سعارة زي ما قلنا قبل كده ان هي طبعا هترتفع تاني والسبب طبعا لان التاليع خلاص دلوقتي اللي متخزن هيطلع بالطلب فعلشان كده اسعار البطاطس من المتوقع ان هي تشد تاني والسؤال لها طبعا جماعة افضل انواع البطاطس طبعا جماعة فيه التحمير اللي عندنا الاسبونتا ارض سمره الروزيتا الحمره جماعة تشوفه قدامك ده طبعا تحمير الشيبسي والكارة والاجرية والافرست اسعار الطماطم النهاردة في سوق العبور للجملة اسعار الطماطم طبعا مرتاحة جدا جدا بقالها فترة فيه في العداء الصغار لحد 110 يعني من 90 جنيه لحد 110 العداء الصغارة طبعا وزنها 20 كيلو العداء الكبيرة جماعة فيها لحد 130 جنيه 125 130 جنيه وزنها 25 كيلو ده وزن العداء الكبيرة طبعا في التجزية فيه اللي بيبيع كيلو بخمسة فيه طبعا اللي بيبيع كيلو ونص يعني حسب المكان اللي انت موجود فيه اسعار الفلفل يا جماعة فيه بداية من 10 جنيه لحد 12 جنيه في الجودة العالية من 10 جنيه و12 جنيه اعلى جودة و11 جنيه ده بالنسبة للفلفل اسعار البسلة جماعة البسلة فيه بداية من 20 جنيه لحد 25 جنيه من 20 جنيه في البسلة لحد 25 جنيه دي أسعار الجملة يا جماعة عشان الناس اللي بيتقول لها سعار دي مش موجود دي أسعار الجملة يعني هتلاقي الضعف في التجزية الفاصول يا جماعة كذلك الأمر فيها لحد 25 جنيه فيها لحد 25 جنيه يعني مش هتلاقي الضعفة أوي يعني ممكن تلاقي الكيلو زائد 10 جنيه على اللي احنا بنقول ده فاكتبونا برضو في التعليقات أسعار البصل يا جماعة في سول عبور للجملة أسعار البصل يا جماعة طبعا عندنا أعلى جودة البصل الأحمر أقل منه اللي هو الفتيلة وأقل حاجة موجودة في سول عبور اللي هو البصل المأور المأور يا جماعة فيه بداية من 8 جنيه لحد 10 جنيه في البصل المأور بداية من 8 جنيه لحد 10 جنيه في سول عبور للجملة البصل الفتيلة يا جماعة طبعا فيه لحد 13 جنيه فيه لحد 13 جنيه البصل الأحمر بقى حكايته حكاية يعني فيه يعني بعض التجار اللي فيه اللي بيقول 24 واللي يقول 25 وعشرين فطبعا حسب الجودة واعتبر البصل الأحمر جماعة اللي موجود حاليا ده أفضل بصل موجود في سوق العبور بخلاف طبعا البصل الأبيض والبصل الفتيلة اللي هو الأحمر الأديم والأبيض الأديم جماع أسعار التوم بقى فيه طبعا 60-65 جنيه للكيلو أسعار التوم فيه من 60 جنيه لحد 65 جنيه للكيلو في سوق العبور للجمد طبعا في الأطاعة أتلاقي أسعار خيالية طبعا ترجمة نانسي قنقر